أعرف رجالة كتيرة لما زوجاتهم إيه اللي حصل؟ زوجها عامل حاجة وحشة فيها فرحت قالت له لا يا أولاد نسمع كلام والد بابا لأن بابا دوت هو أكتر فاهم مننا فاجي بعد كده قال لها على فكرة أنا شكر لكي شكر لكي اللي إحنا إن عدم النطق اللي أنا كنت بكلمك به من شوية أنت جنبتيه أنا ممتني لكي جدا جدا ده فضل فإزاي حد هيتعامل بالرحمة والخير والجمال مش هيسطر العيوب وكل أقول لكم حاجة سر كل ما سترتعيب شريك حياتك كل ما خرج أحسن ما فيه ليه؟ لأن لما بيتستر القبيح بند مساحة عشان يظهر المليح عشان كده لازم نعمل كده خمس حاجة نعملها نمتنى عن أي شكل من أشكال العنف وخاصة النعام في اللفظة أو الجسد إن العنف ده بيضمر العلاقات بيفسدها ويجعل التعاون سقيق جدا مفيش حد فيه رجالة بقى وفيه ستات يعمل إيه؟ يعمل فضل ويجي كبة عليه إيه؟ يهير على التراب عنده لبن حلو وأخلاق حلوة وزي الفل بس هو مش حريف مش ماهر ما عندهش مهارة الفضل ده بعد ما يعمل الفضل ده يقول كلمة كده ملهاش لازمة فيجيب التراب وحطه وحطه كله على اللبن أو العنف اللفظ والعنف الجسدي زي كده فيجي يقول لها تكريلي حاجة حلو ما أنت اللي بقى وصل الدنيا هو كمان تقوله هو أنا بس وحشة مفيش عندي غير كده مفيش عندي غير بس بس أنا بنتقدك وبس ما أنت بقى وصل حاجة الحلوة وزيك لابد أن احنا نمتنع على فكرة الانتقاد والشكوى الانتقاد والشكوى واللوم بيدخل في بعض الأحيان في العنف فأنا أتوقف عن ده ويكون كل واحد فينا مفيش غير رحمة وخير وجمال ويكون قدوتهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فالسيدة عائشة بتقولها عن حضرة النبي ما ضرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط رقم ستة الامتنع عن البخر آه طبعا واحد يقول لي بقى طب أنا أجيب منين ما أنا معيش فلوس لا لا بخل حاجة أوسع بكتير من الفلوس البخل مش بخل فلوس لكن أسوأ منه بخل المشاعة أنا بسميه بخل الوجدان واحد بخيل الباطن يخاف أنه هو ينفق فإيه اللي حاصل فالناس تطمع فيه يا سيدي الناس لو طمعت فيك اسمعني اسمعني كويس الناس لو طمعت فيك يبقى أنت صاحب فضلي يبقى أنت كريم يريد زوجتك تطمع فيك ويريت زوج يطمع فيك يطمع فيك أنه يطمع أنه أن أنت تبقى سنده تطمع فيك أنه أنت تكون ضهراه وتوقف جنبها يريد وملا يطمع في مين أنه يكون سنده وداعم ليه في الشدائد ولا في الأوجاع إذا ما نطمعش فيك يبقى أنت مش مهم عنده يبقى إذن ما حدش يخاف خليه يا سيدة يطمع فيك خليه يتعلق بيك خليك يتمسك بيك خليه يحس أن أنت طوق نجاته عنده الشدائد هو ده الفضل فيشير لك الفضل ده وما ينسه لكش أبدا فلازم تبقى عامل كده لازم تبقى فهم ده لأن كل ما وقفت جنب يشيرك حياتك في الأزمات وكل ما سبتوش كل ما يحس أن أنت داويت جرحه بس يا سلام لو سبته بقى هيحس أن أنت سبب جرحه هيسيب كل حاجة يمسك فيه يقول لما أنا مش فاهم ده قال إنه منتصل أن أنت تكون صاحب الفضل لما هي أبوها يتوفى هي محتاجة أن أنت تبقى سندها وتعوضها أن والدها توفي لما والدتها تتوفى محتاجة مزيد من حنية عشان تحس أن أنت إيه عوضطها سابع حاجة المدومة على التعبير عن الحب ما فيش حد صاحب فضل ما بيقولش أنا بحبك ولازم تكرر الحب وتعبر عن الحب بأشكال متعددة وبطرق متعددة عشان ده بيشجع شرك الحياة على أنه هو يتعامل بفضل وبقلب مفتوح يا سادة ايهوا تنسوا أن الفضل ده هو اللي بيفتح عليكم أبوها بالفضل من السماء عايزين تحسوا بجمال مدد الله في قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة خليكم أصحاب فضل الله سبحانه وتعالى بيقولكم قاعدة مهمة عشان تعرفوا قيمة مهارة استثمار الفضل ده هل جزاء الإحساني إلا الإحسان هل جزاء أن أنت تقول كلمة حلوة فتملأ قلب زوجتك هل جزاء أن أنت تبصي بصة حانية حانية لزوجك فتملأ قلب جوزك بالرحمة والخير والجمال إلا أن ربنا سبحانه وتعالى يغرق قلب كل واحد فيكم في نعمته ويخليه يشوف جنة الدنيا قبل جنة الآخرة عايزين تدخلوا الجنة؟ قبل ما تدخلوا الجنة وربنا يعرفكم جمال الجنة قبل ما تدخلوها في الآخرة كونوا أصحاب فضل الفضل ما بين الزوجين أوسع باب لدخول الجنتين يا رب جعلنا من أهل الجنة ونكون من أهل الفضل